المتحدث العسكري لقوات المسلحة المصرية قال أنه في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة ودون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة الآتي تم تحرير المحضر رقم 23 على 22 بتاريخ 1-7 من عام 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة وتباشر نيابة العسكرية التحقيقات وقيدت بالقضية رقم 170 على 20-23 جنيات عسكرية شرق القاهرة وأسندت للمتهم جرائم القتل العمد والشروع فيه وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات وتؤكد القوات المسلحة المصرية على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وهنا ينتهي بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية اشتركوا في القناة